رمضان التوبة والصدق رمضان الهمة والسبق وانا المشتاق لنفحته انصن اشتاق لنفحته اشتاق لنفحته اشتاق لنفحته امهات المسائل امهات المسائل الاولى لنا ان نرجعها مسائل مثل هذه مسائلة التكفير ومسائلة غير التكفير ليس لامثالنا ان ينشغل بها الان هذه مسائل الكبار فاما ان يدخل فيها الصغار فترى ان الخفة موجودة لا علم ولا ورع فممكن اصلا يخرج الناس من دائرة انسان ولا يدر يعني بيكفر البشرية بيوزع كأنه بيوزع شيء من جيبه فبيتساهل فيه فالمفروض هذه المسائلة المسائلة التكفير هذه المسائلة لا يتجرع عليها الا جريء لان ما ثبت اسلامه بيقين لا يمكن ان انتقض الا بيقين ولا يمكن الانسان يتجرع على مثل هذه المسائلة قال من ده الذي يتألى عليها الامان مالك يقول اذا وجدت الرجل على تسعة وتسعين واحدة كفر ووجدته على واحدة ايمان لحملته على الواحدة ايمان احسانا تظن بايش بالمسلم والنبي السلام يقول لا الا ان تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله مرهان لم يأتي واحد مبتدئ يسمع بقى انت يكفر البشراء كلها كافرون كافرون انتهى الموضوع وكافرون هم الظالمون هم الفاسقون وهم مش فهم اي شيء ولا فهم مناط المسألة فين ولا اصل المسألة ولا النزاع فين فلذلك انا ارجعت المسألة للاخوة وقلت استخيل الله رجل في علاه هل الاخوة هذه تحتمل ان اتكلم في هذه المسألة بالتوسع ولا لا هذا الذي جعلني استخيل وانظر هل الاخوة حقا تحتمل ام لا لان انا كما قلت لكم لما تجيلي واحدة تقول لنا واخد اجازة في العقيد فرحتي اما ولا فهم حاجة في اي حاجة وحدها ما بتعربش اصلا كيف تطور من الحيط ولا حتى لما هتتجوز مش فهم فقه النكاح ولا اللي علمها اصلا عنده فقه في الباب ده انت عشان تعود فقهاء موجودون عندك في طلبة الايلم ثلاثة اربعة وبعدين تقول الحمد لله حيخرج من النص واحد بعد مليون سنة وبعدين تتكلم تقول وعندي اجازة في العقيد امش انت فهم حاجة فاي حاجة فالمسألة هذه المسألة كبار مسائل فكبار المسائل لا صح ان يهجم عليها المرء بهذه السهولة لها ضوابط واصول ولا بد من اتقان مسائل معينة وانا قلت هذه المسألة مسألة الكفر الموجود هنا فأولئك هم الكفرون على بابه انا ادين الله بما قاله ابن مسعود يكلمونه على الرشا في الحكم قال كفر اكبر وانا ادين الله بذلك وادين الله حتى الذين حاملوا يعني في خلاف اه نعم قالوا في خلاف للابن عباس اخذ الاية على انها كفر اصغر كفر دون كفر وقال هذه الذي يقر وطبعا ابن مسعود كلامه موجه على الذي يقر بحكم اللاجل في علاه ويأتي في مسألة في مسألة من المسائل غلبته شعوته او اخذ المال فاستحبت دوني على الاخيرة فحكم بغير ما انز الله فقط كلام ابن مسعود يوجه على هذا وقال لها تفصيل بديع جدا في الكلام لان بعض العلماء قال هي خاصة ورد عن زيد بن ثابت وعن ابن مسعود قال خاصة في من اسرائيل قال خاصة في من اسرائيل وبعد ما اعقل بها يا ابني ده ابن عباس ولا قال كده ابن عباس اللي قال ذلك ابن عباس اللي قال ذلك وزيد بن ثابت وحزيفة ابن اليمن قال فلنعمل اخوة اولاد العام ابن بني اسرائيل ان كانت الحلوة ليكم والمرة ايه لهم مفهوم فهي المسألة مسألة خلافية اخلاف عريض جدا بالعلماء لكن الذي ادين الله به الان اكشف عنه حتى انا انا اسمعوني عشان تعرفوا عني شيء اذا كنت ادين الله بشيء لو فحول الامم يخالفون هنظهر ذلك قدامه واقول لهم تصريحا ساحة العلم موجودة هالم مبارز هذا اللي عندي لاني ترمى ادين الله بهذا اقف كعلى انني عند الله سيسألني يوم القيامة واقول ادين الله بهذا انا لا اخفي شيئا الا اذا كانت مصالح الشريعة فمنعني من اظهار شيء مثلا لكن انا لا اخفي شيء ما ادين الله بقوله في سر وفي علم فالاية انا ادين الله بأنها على قول ابن مسعود لا على قول ابن عباس مفهوم لكن المسألة لها تفصيل انا لو قلت ذلك ادين الله على قول ابن مسعود وقالوا لو رائع انت لو دخلت مثلا حكمه فكذا واحد اعتاره عشرة جنيه ففوت حكم النادي اللي في علاتهم قال الحمد لله حكم ابن مسعود كافر وتكفر عين وانت من تشفهم شيء انت ان السلام قال من قال الاخي يا كافر فقد باء بها انتهى النوضوع ليه لانه المؤلل الجاهل لما تصدر لمسألة لا يتقنها لو اصاب هو عند الله مخطئ اعثم هذه مسألة كبار فبقى يأتي المتنطعون الذين يارفون بما لا يعرفون طب ولماذا يرجئ اذا هو يخالف مشايخنا بقى ذا كلام بقى ذا كلام بتاعناس دماغته برايحة بيبيعوا حاجات في سوق جمع زمونت المسألة كلها مسألة ان احنا عندنا مقص شريعة تتحكم فينا وايضا المسألة انت العالم الرباني انه يا رب الصغير بالكبير صح ولا لا قبل الكبير دي امات المسائل دي كبار المسائل دي مسألة ما انفعش حد يتكلم فيها بهذه السهولة فلذلك انا استقاط الله قلت انا اعلى الاخوة دي هتحتمل ان نفصل القول فيها ونفصل القول في الفرق بين الترك كلية والاستحلال والابدال هل يحتملون هذا ولا ما يحتملون ده انا اعمل ابص قدامي وتذكر بتاعة الاجازة هي اللي مؤفاني بكل ده اقول لا ده كلهم نوعية واحدة ما حدش فاهم حاجة ولا اجازة انتهى الموضوع فانا قلت اكيد بقى واحد تانى عايزة اقول لنا اخدت اجازة في كتاب كالسة شرحته 24 مرة انتهى انت شرحت 24 مرة والله العظيم انت ممتخن عقيدة ولا فاهم حاجة في العقيدة باي ظاهر اصت جماعة المسألة ظهرة المسألة مش محتاجة اصلا تبين السيوب بتأتينا من كل حتى بصابوا احنا بنضربهم بالقش بالقش مفيش قوة في الرد فهو الحاصل احنا انا خلانا استخير ايش هذا العلة استخير لاني قلت هل يحتملون هذه مسألة مثل هذه المسألة الكبار ولا لا ولذلك عقابا مش اشرح انا بينت اللي انا دين الله به بينت اللي انا دين الله به حد هينقل عنها غير اللي انا ادين الله به يا اخوة مفيش كلام تاني انا بينت اللي انا ادين الله به فيبقى خلاص المسألة انتهت اما شرحها اختبر الاخوة الاول اختبر الاخوة ونشرح المسألة ما رأيكم بس هيبقى اختبار في العقيدة فقط ايها لا انتم حددوا للجزئية اللي اختبركم فيها انا بس شوف معكم لانه انتم اللي هتحددوا الجزئية اللي انا هاكتبر فيها ما بلاش اللي اشوف انا عشان مش هتتشرح في خمس سنين كمان فبلاش انا اسمعني بس حقيقي تعب الفرق بالاسم والمسمى هاد بقى الاسم والمسمى شوف شوف انا بجعب انسوا قالي واضح ففهموا جيدا واجب ما الفرق بالاسم والمسمى فيها اقوال ثلاثة بين الاقوال الثلاثة بعد اللات وبين الراجح من المرجوح ورد على المخالف طيب ماشي ماشي خلاص ممتاز اتلت اسواد ثاني ما بلاش اهب اتلت اسواد ثاني فيه في ساحة حد في يتكلم في المسألة دي انا عفناه مستقر ومن عام في حد خرب على الناس ها في حد كان فيها لا طيب هو رجل تعدخيلها بتاع المشاكل كلها هو موجود بيقول لك فيش مش انت يعني واحد ما هو المشكلة جاءت من اين نقل الكلام جاءت من اين ما مش انت انا بتكلم بقى على المنطقة ان انتوا اصلا عملتونا مشكلة والناس دول اسيادنا الجماعة ده هو فيه اكتر انا قلت الرجل دوت مع الاربعة منهم نصطمتر بهم السماء مش احد سمع مني كامنا مشكلة جاسة مش انا قلت اكتر المنطقة اصحاب الصحف والمجلات ده ما فيش بقى عين واحدة ده هو عامل كده وكده وبيبص من شباك عايز اخب بس الحاجة اللي هو عايزة عشان روح يفسد وانتهى الموضوع انتواسل سلطاني اصلاسل سلطاني في استفاد بس مش انت لا مش انت مش انت رب ما معنى ما ترددته في شيء تردده في قبض روح المؤمنة هل التردد صفة من صفات الله ام لا هما معناه بس تمررها كما جاءت تمررها كما جاءت ايه تلعبره ما فيش دروس خاص لك انت هو ما فيش شرح لأي حاجة تمررها كما جاءت قلبانة مفوضة قلبانة مفوضة هو الان لتفويد لتفويد المعنى لا طبعا ما انت واقع مش هو ده اللي قلته ولا انا قلت غيله تاني نشرح تاني نسأل تاني كيف تثبته كيف كيف لا للكيفية ايش معنى التردد صاحب القطط اختلاف مين بيقول اختلاف ايه هاي ارادتين احنا كلمة عن ارادة خالص كلمة عن تردد تردد هل بقبض روحة وعدم قدر نعم خلاص ها لا 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 الغرض المقصود فلازم يكون فيها ابواب في ثقل فيها علميا عشان ندخل في مسألة كبيرة ومستهاد ايه مسألة كبيرة جدا وايضا مسألة فيها تدقيق وتفصيل في القول صبعا لا سيام هما نقلوا على الشيخ الالباني انه يقول دي كفر دي كفر ونقلوا عن الشيخ ابن الهاز انه يقول دي كفر دي كفر نقلوا عنه بقى ذلك فلذلك انت بقى لازم هتنزل كلام الشيخ ابن بازل منزلته الصحيحة وتبين السابق واللاحق مفهوم فهي مسألة كبيرة فالحق ان احنا لا ندخل فيها عند الا ان نتقن ابواب اخرى من الابواب المهمة وبعدين نتكلم فيها ده كان سبب اللي انا باتكلم فيه واخلص من السؤال اقول انا اعتقد فيه اعتقده بقول ابن سعود في هذه المسألة لكن انا اقول لا يصح الاحد من احد الناس ان يسقط النوع على العين بحل من الاحوال الا ان يكون عالما مجتهدا يرفع يزير الشبهة ويسقط الحكم الصحيح على العين لابد يعني هذه لا نستخلص منها حكما ممكن الانسان ان يسقطه على الناس كلام فاضي كلام ضعيب جدا كلام لا يصح بحل من الاحوال من اجل ذلك استخرت قلت الاخوة ممكن تسقط على الاعيان ومش فهم شيء بعد ما تاخد كلمة وتفهم تفسرها ايش تسقطها على الاعيان ومش فهمينش ايه فمسألة كبيرة على الناس فمسألة المسائل لا يتكلم فيها الا يعني مع الاخوة اللي احترفت العلم كما يقولون متخصصين واحنا الحمد لله على طريق التخصص كلنا طبقة واحدة احنا بنسير عشان نتخصص فلما نتقوى نستطيع ان احنا نفتح اذهننا للمسائل الكبار هذا سبب استخاراتي فكل واحد بقى يضع لسانه في فمه ويسكت احسن له احسن له هو هذا ليش لان انا انا ما اتكلم عن جهل واللي عنده علم يورينا عن اللي عنده هو ده ده الكلام الصحيح فقط فالحق نحن نتكلم نتكلم احنا بايش بنافعل بناتعلم ودائما نسيره على طريق عندنا جهل نريد ان نرفعه ده اللي احنا عايزينه لا نتصارع مع حجر احد يتصارع معنا ففي مسائل يمكن نقدمها ومسائل نؤخرها فان قلنا نؤخر هذه المسألة استخارة ما يبقى شبه الكلام كثير عليه ترغب تنتحر لما تدخل فتح الباري انت بتنتحر مافي لما طالب العلم يدخل على فتح الباري وما عنده وصول علمية بينتحر حق وطبع انت كثير من المسائل بيفتحوا فتح الباري وبعد كده خمس سنين النهاية صفر صفر يعني انت لما تدد الحق كل الحق لما تدد امم يشتاقون الى ان يأخذوا بس فقط مقدمة من الطيرواني في العقيدة يعرف ان عليهم السلام بقى على كده امم من سنين ملتزمين يعني مقدمة صغيرة في ورائقات صغيرة في الاعتقاد يعني تردهم جحافل يعني ليتعلموا مثل هذه الورائقات بعد التزام السنين يعرف ان ما فيش تقدم ده انت بتتقدم تصل من الصغير الى الكبير حتى تتقن بعد ذلك والسبب في كده ان انا صغير فتلاقيناهم فتح فتح الباري ايش اللي بيحدث نتيجة عكسية ضايع مش فهم اي حاجة وفايت مع الكتاب في خمستاشر قول وكلام على التراجم وكلام على مصطلع الحديث وكلام في مساء القواعد فقية ومش فهم اي شي ما عنديش اصول هذا كان السبب السبب ان احنا لا ندخل في كبار المسائل حتى ندخن المسائل الايش الادنى صح ولا لا اذا كان انتوا اصلا ما تعرفوش يعني ايه في خلاف بين اهل السنة والجماعة في الاصول مع ان درج عند الناس جميعا ان الخلاف في الفروع مش في الاصول صح ولا لا وانها البدع بس لا في خلاف في الاصول في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد بس يا الخلاف مش خلاف مش في اصول الاعتقاد خلاف في التطبيق في مساء الفراعية فيها وورد عن اهل السنة والجماعة خلاف فيها فلذلك هذه المسائل نتقنها اولا ثم ندخل في كبار المسائل هذا هو هذا سبب ارجائي واستقاراتي اما ما ادين الله بيه انا ادين بقول ادين الله بقول ابن عباس وإلا فانا حجشت عن هذا القول كثير ابن مسعود استغفر الله الحمد لله خلي بالكم ابن عباس له قول ثاني وافق ما نتبناه وهو قول ابن مسعود ايضا ويعني تذبذب فيها ابن عباس جدا وما احد اتقن مسألة ابن عباس في هذا الباب لما قال في المسألة التي غلبته شهوته فيها وفي النهاية كلها لا ثمرة لها ان تكلمنا فيها ليش بقى لا ثمرة لها لان انا اريد واحد متنطع يقول انا فهم المسألة دي ويسقط الحكم على العين هذا ان شاء الله على خطر عظيم بيتقاح من نار على بصيرة الا ان نرى فيه روح اتقان او نجتم رائحة الاتقان في العلم وهذا قليل في الناس مسألة اتقان العلم قليل في الناس اذا كان مسألة العلم قليلة في الناس فما بالك بالاتقان مسألة اتقان العلم والغوص في اصول النزاع قليل في الناس فعشان يسقط الحكم على العين لابد يكون متقن عالم مشتهد لابد ان يزيل الشبهة وايضا يقيم الحجة وبعد ذلك يسقط الحكم على العين لان هذه مسألة كبيرة جدا لا يدخل فيها الا الكبار لا يصحل امثالنا من الصغار ان يتبحروا في مسألة المساء حتى يتقنوا صغار المسائل الصيام كتاب الصوم كما قلنا كثيرا فعال بمعنى مفعول على المكتوب سأذكر لك في هذا الكتاب أحكام الصوم مشرعة الصوم وأركان الصوم وأيضا مستحبات الصوم حتى يصوم المر عبادة لله جل في أولاه خالصة كما كان سلم يصوم وهذا شرائط الوجوب وشرط العلامة كما بينا في اللغة والشرط في الاستلاح هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود أولا الصيام لغة هو الامساك عن الشيء الصيام لغة هو الامساك عن الشيء قال الله جل في أولاه أني نظرت للرحمن صوم امساكا عن الكلام فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا وفي الاستلاح هو امساك مخصوص لشخص مخصوص بشرائط مخصوصة بهيئة مخصوص أو عن شيء مخصوص امساك مخصوص عن شخص مخصوص والشخص مخصوص يكون مسلم عاقل أيضا مقيم ويكون طاهر كما سنبين فامساك مخصوص هو امساك عن الطعام والشراب عن شخص مخصوص هو من توفرت فيه الأهلية بالك عاقل مسلم مقيم يعني غير مسافر كما سنبين في الشروط عن شخص مخصوص في زمن مخصوص قول الله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخائط الأبيض من الخائط الأسود من الفجر فمن طراء الفجر الامساك من طراء الفجر إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس فهذا الامساك أيضا عن أشياء مخصوصة يعني ممسك عن أشياء مخصوصة والأشياء المخصوصة طعام شراب جماع طعام شراب شهو طعام شراب شهوة أو جماع وجوب الصيام بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهرة فليصم فمن شهد منكم الشهرة فليصم وفي الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ذكر منها صوم رمضان وأيضا الرجل في الصحيين ثائر الرأس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له وسأله عن عن الإسلام وعن أركان الإسلام فذكر له الصوم فقال له هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال لا إلا أن تطوع وأيضا أجمع المسلمون على وجوب رمضان وشهر رمضان صمي رمضان قال علماؤنا لأنه يرمض الزنوب يحرقها يتلفها والصيام جنة للإنسان من النار فهو يحرق الذنوب ويكون جنة وحصنا حصينا للصائل وفضل رمضان عظيم قال العلماء رمضان لأنه يرمض الزنوب وقيل لأنه لما فرد فرد في شدة الحر حين ترمض الفصال فصال فصيل الغنم إذا كان على الرمال الحرة عند تكون الشمس شديدة فإنه لا يستطيع أن يقف على الرمال ترمض الفصال فلذلك قالوا رمضان ورد حديث كما ذكرنا أنفا موضوع لا أصل له رمضان لا تقول رمضان فلا تقول جاء رمضان فرمضان اسم من أسماء من أسماء اللا جل في أولا فاسم من أسماء اللا جل في أولا وهذا حديث موضوع لا يصح بحال من الأحوال لا يصح بحال من الأحوال فقولنا شهر رمضان أو رمضان لا شيء فيه والحديث الذي ينهى عن ذلك حديث موضوع فضل رمضان عظيم قال يكفي في شهر رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فمدام الله قد تكفل بالجزاء فاعلم أن الكريم خزائنه لا تنفت أبدا يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة لا يغيضها نفقة فالغرض المقصود شهر رمضان عظيم قال فيه نفس الناس من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهناك رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر شزدها كثير من العلماء وبعضهم قد استحسنها بل الحظ من حجر حسن هذه الرواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأيضا العلماء قالوا أول ما افترض الصيام على الناس كان سوما عشراء ومعاز له قول آخر قال الصيام الذي افترض على الناس صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخها قول الله جل في علاء يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم إلى أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينتهم من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فقال هذا ناسخ وقال أيضا كانت على التخير وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فنسخها قول الله جل في علاء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه وابن عباس له قول آخر قال هذه الآية رسم منسوخة إنها محكمة في الشيخ والشيخة في الشيخ والشيخ والعلماء كانوا يرون بأن صوم رمضان من أفضل العبادات وقدموا الصوم على الصلاة قدموا الصوم على الصلاة لأن النمسلم قال قد كتب الله الحسنة والسيئات ثم بيّن ذلك فمن عام الحسنة فاكتبوها له عشر إلى سبعين إلى أضعف مضعفة قال وقد حجب قدر الصوم وتكفل به قال وأما الصوم فأنا فهو لي وأنا أجزي به فدل ذلك على الصوم أفضل من الصلاة وأيضا استدل على فضل الصوم على الصلاة بقول السلام الصيام لا عدل له الصيام لا عدل له جاء في بعض الروات التي استحسنها بعضهم مضعفة بعضهم وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صوم يوما في سبيل الله بعد الله وجعه عن النار سبعين خريفا فهذه مسألة فيها دلالات لمن قدم الصوم على الصلاة والجماهير من السلف والخلف يقولون الصلاة يعني تقدم على وأقوى الأدلة على أن الخلف فيها قوي جدا في تكفير تلك الصلاة وليست كذلك في تكفير تلك السيام يعني ليست كذلك في تكفير تلك السيام لما الصلاة قال فيها النسلم على عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كف بل ابن مسعود كان يفتر ما كان يسوم يقول الصوم يضعفني عن قيام الليل وقيام الليل أشرف ما يكون قال وأعلم أن أشرف المهم من قيامه بالليل فالمهم أن الصيام له ما له من الخير والصيام مطهرة للقلب ومطهرة للجوارح بل ومطهرة للمعدة الصيام فيه ما فيه من الإخلاص اللي جعل الصيام في هذه الرفع من المكان عند الله قال علماؤنا لا رياء في الصيام لأن المرء يمكن أن يخلو بنفسه في ساعة من ساعة النهار يأكل واشرب ولا أحد يعلم بذلك ففيه الإخلاص بينه وبين ربه جل في علام عمتا الصوم فريدة عظيمة وركن من أركان الإسلام بنية الإسلام على خمسة وذكر من هذه الأركان الصيام للصيام شرائط وجوب كما قال المصنف الصوم يجب على كل مثل يجب على كل مسلم وهنا الصوم واجب على المسلم قيد يخرج به الكافر مع أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة وإذا كان مخاطبا بفروع الشريعة طب لو أتى بها لا تقبل منه طب ليش تقول مخاطب نقول لأنه في الآخرة يزداد نكالا وعذابا وتقريعا وتوبيخا على فروع الشريعة فإذا لابد من الإسلام قالوا ما الدليل قلنا الدليل قول الله جل في علام من عامنا صريحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فمن الحياة له حياة طيب وقول إنه في السلام لعائشة لما ذكرت عن ابن جذعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف ما له عند الله قال لا شيء له إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أيضا قول الله جل في علاء وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كافروا بالله يا رسول فإذن هذه فيها الدلالات واضحة جدا أن الإسلام قيد حتى يقبل العمل يبقى كل مسلم بالغ بالغ لأن مناطي العقل التكليف مناطي التكليف العقل مناطي التكليف العقل قال إنه سلم رفع القلم عنه ثلاث منها الصبي حتى يحتلم فإذن إذا قلنا بأنه يجب شروط وجوب يبقى لا يجب لكن لا يمنع من الصوم الصغير لا يجب عليه الصوم فإن صامه صح منه لكن صح منه نفلا على الراجح الصحيح ليس فرضا صح منه نفلا والدلالة على أنه كما قلنا غير واجب عليه قول الله سلم رفع القلم والقلم هو قلب التكليف رفع القلم عن ثلاث وذكر منها وذكر منها إيش وذكر منها الصبي حتى يحتلم ونقول بأن السنة تعليم الأطفال والصبيان الصيام كتعليمهم الصلاة وأمثلا التنصيص جاء على الصلاة تعليموا أولادكم الصلاة لسبع وضريهم عليها عنده عشر أما بالنسبة لتعليم الصيام ورد أن أسمعها غيرها قالت كنا نصوم ونصوم الصبيان ونلهيهم بلعب العين العين اللي هي القط ستدل بها الخطاب الإمام الخطابي في معالم السنن على أنه لا يجوز استخدام العرائس اللي هي بطن وصد للخشب وغيرها فقال لا تجوز لأنها كالأصنام وكانوا يلهون الصغار بلعب العين القطن والصوف فكانوا يعلمون الصبيان الصوم فلك أن تعلم الصبي الصوم للظهيرة تعلم الصوم إلى يوم أو يومين في رمضان هذا من الخير ولك فيه أجه ولك فيه أجه وإن كان غير ملزم هذا الأمر إذن كل مسلم بالغ عاقل عاقل قيت يخرج به المجنون لقوله رفع القلم عن ثلاثة ذكرى من المجنون حتى يفيق فالمجنون لا عقل له ولا حساب له عند الله هذا يوم القيامة يختبر هذا الذي لا عقل له في الأربعة الذين يختبرون يوم القيامة يختبر عند الله هذا يمكن يعني في الأصل مجنون فإذن المجنون لا يكلف بالصوم ولو أتى به لم يصح ده الفرق من المجنون وبينه الصبي الصبي صح ويكون نفلا أما الجنون لا فالمجنون فإن كان يصوم طارة وفيق طارة فإن نقول في يوم الإفاقة يرب عليه الصوم ويوم الجنون لا يرب عليه الصوم وإن صام وطرأ عليه الجنون واستنهار فلا صوم عليه فلا صوم عليه بل ولا قضاء عليه قالوا طاهر طاهر هذا اول ما تأتي في ذهن الانسان لاننا رجال بنتعلم طاهر يعني ايش غير جنوب صحيح وهذا خطأ طاهر هذا خص بالنساء مش بالرجال او قول خص بالحيد والنفاس طاهر هنا قيد يخرج الحيد والنفاس فالمرأة الحائد والنفساء لا تصوم لقول النبي سلم ما رأيته من ناقصات عقل ودين اذهب للب الراشد من كنا فقال النبي سلم ارأيت ان صلت ارأيت اذا حاض اليست اذا حاضت لم تصل ولم تصم اليست اذا حاضت وهذا خبر معناه الانشاء انها لا تصلي ولا تصوم ومعاذى كما في الصحيح جاءت لعائشة رضي الله عنه ارضها تسألها عن قضاء الصلاة والصوم قالت احرورية انت من الخوارج انت من الخوارج احرورية انت فقالت لا شوف انظر دفعتها بذلك فقالت اتأدى فقالت لا والله اريد اتعلم لا اسأل لا اتعلم فقالت اذا نعلمك فقالت لا كنا نحيضه على عهد النبي سلم فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة فنقضي الصوم ولا نقضي معنى نقضي الصوم يعني انها ما كانت ايش تصوم لذلك اتفق العلماء على انها لو صامت حائضا اثمت اثمت ولا صح صومها اثمت ولا صح صومها فاما الجنوب فالصحيح الرارح وان كان هناك خلاف ضعيف في صيام الجنوب لان ابا هريرة كان يتبنى بان الجنوب اذا قام يمسك احتراما لليوم لكن عليه قضاء عليه ايش القضاء والصحيح الرارح انه لا يشترط التهارة من الجنابة للصوم لامرين اثنين الامر الاول من الايات قال الله جل وعلا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم طب لنبع احل لهم الصيام ليلة الصيام الرفث يعني الجماع او الكلام عن الجماع مع المرأة الجماع الى الليل الى ايش الى انتهاء الليل يعني الى تروح الفج فنقول لو قارب في الجماع الفج قارب الفج ثم نزع قبل ازان الفج لما يؤذن عليه الفج حيؤذن عليه حالة كونه جنوبا يبقى اذا الجنابة ليست شرطا في الصحة لان ده لازم لازم قول الاباحة اللاجة اللي على له ان يجامع وجاء انا حديث صريح يبين ان هذا لازم حق بان عايش عردنا عرضاء قالت بان النبي السلام كان يصبح جنوبا بابي هو وامي كان النبي السلام يصبح جنوبا يصبح جنوبا ثم لا لا ثم يغتسل فيصلي ويتم صوم يبقى يصبح جنوبا صائما وما عليه الا ان يغتسل من اجل ايش ويتم صوم فدلالة واضحة جدا على ان الجنابة تخرج من قولنا طاهر قول المصنف طاهر قيد يخرج الحيد والنفاس قال مقيم مقيم قيد يخرج استفر ليش لان المسافر غير ملزم غير ملزم بالصيام المسافر وان كان مكلف لكن غير ملزم بالصيام كيف ذلك لان الله اباح له برخصة الفب وطبعا انا ما اتكلمش على الخلافة كان ابن حازم يرى الوجوب يجب على المسافر ان يفتر ولو صام عصى واصيامه لا يصح وده كلام خطأ يعني الغرض المقصود ان الله جاء قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدتهم من يعني التقدير فافطر فعدتهم من ايام من اخر وفي حديث انس كنا في سفر معنى الى السلام في رمضان فمنا المفطر ومنا الصائم فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر فهذه دلالة وضحة جدا على ان السفر رخصة فغير ملزمة بالصيام لذلك قال مقيم يعني مقيم يجب عليه من شروط الوجوب فان كان مسافرا فهو بالرخصة يصوم او يفطر وهل الافضل الفطر والله الشفعية لهم وجه في المذهب ووجه عظيم جدا قالوا ان كان في حالة اليسر والرفاهية يعني في السفر السفر كان سفرا يسيرا فالصوم اولى له لان الصوم مع الناس يسهل على المرء الصائم العبادة اما الصوم منفردا يشق عليه قال فان وجد المشقة فالاولى له والاشجر والافضل ان يفطر وهذا الراجح الصحيح ثم قال وفرائد الصوم وهي اركان الصوم يعني بعدما اتكلمنا عن شروط وجوب الصوم اركان الصوم اول الاركان واعلمها في كل عبادة النية لابد من النية والنية لها شقان نظران عند الفقهاء نية لتنفع العبادة صاحبها في الاخرة ونية لتسقط عنه عنه الفريضة في الدنيا يبقى النية اصل في كل عبادة ولكن لها ها لها شقان شق لتنفع المكلف في الاخرة يعني يأتي بها مقبولة عند الله وشق لتسقط عنه المطالبة في الدنيا اما الشق الاول وهو الاخلاص نعني بالنية هنا الاخلاص وما امروا الا ليعبد الله مخلصين له الدين قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ولا يشرك بعبادة ربه احدا فالاخلاص الشق الاول لينتفع بهذه العبادة في الاخرة اما الشق الثانفة في الدنيا لتسقط المطالبة وتسقط المطالبة بان ينتوي في العبادة ينتوي انه يصوه شهر رمضان انما واصلها هنا انما الاعمال حديث عمر بن الخطف الصحي انما الاعمال بالنيات وانما لكل مرئن منوى يشترط في هذه النية ان يبيت النية يبيت النية من الليل فان انتوى نهارا لم يصح صون اذا انتوى نهارا لم يصح صون لحديث ابن عمر نعم حاضر حنفصل الان حاضر الحديث ابن عمر وحفصة واختلفوا فيه مرفوعا او موقوفا وان كان هو موقوف فلاه حكم الراحل لانه لا يمكن لابن عمر ان يبطل عبادة قامت الا بشيء من التوقيف فالحديث من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له هذا من ابن عباس وابن مسعود من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له عندنا في المذهب ان كل عبادة هذا يوافقنا الحنبيل وخلافة الملكية الذين يقولون بانه لو انتوى اول الشهر فكل الشهر قد انتوى فيه وهذا خطأ عندنا في المذهب لو انتوى اول الشهر صيام الشهر ولم ينتوي كل ليلة لا يجزئه الا يوم واحد يوم واحد فقط اللي هو انتوى ليلته وباقي الايام عليه القضاء لانه لم يبيت النية من الليل لان الاتفاق على ان كل ليلة كل يوم اعبادة مستقل لانه لو انتهك حرمة اليوم لا يجرع الايام الاخر كل يوم اعبادة مستقلة فلذلك لابد ان ينتوي في كل ليلة من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له يبا ايضا لابد من تبيت النية من الليل وتبيت النية من الليل يصطحبها اذا كان بالليل او قام صباحا قبل الفج او قام في الليل قبل الفج يريد السحور فهذه نية للصيام يبا ايضا تبيت النية ايضا رقن من اركان صحة الصيام وهذا في الفرد اما في النفل فلا لان انه السلام دخل على عائشة ولم يكن قد انتوى الصيام سألها عن الطعام قالت لا طعام لدينا فقال اني صائم يجرنا هذا الى مسألة تعب فيها النووي جدا وبحث فيها بحثا طويلا فقالت فاذا قلنا بان نية النفل تصح من النهار فمضمض الرجل قام ليتوضأ صباحا لصلي الدحى فمضمض واستنشق ولم يبالغ في الاستنشاق ايضا لم يأخذ باسباب نزول الماء ولم يبالغ وزرعه دخل في كمه بعض الماء ثم تراء له ان يصوم صح صوت وهذه مسألة طبعا الاخ لها ممكن يتصل بفلان يقول هلو لها بيعرف العكس ده ممكن يقول لك طب النووي عايش بقى في الكتاب يقول وبحثت طويلا وكنت اموت حتى وصلت الى هذه المسألة سأعرف هذه المسألة فيها ما فيها ان الرجل الان لم ينتهي الصيام ودخل في جوفه طعام وشراب واصل الصوم الامساك ايه اصل الامساك ها انه يمسك عن الطعام ودخل في جوفه الطعام فهل يصح صوم الان ولا ما يصح مسألة شاقة جدا يمكس فيها سنين طوال بتاع العكس ممكن يقولها في ربا ساعة بس مش يقولها في ربا ساعة على فهم ولا شيء فالغرض المقصود هذا النووي يقول واطلت البحث فيها حتى اوصل الى الاجل في علاه انه يصوم انه يش يصوم قس على ذلك لانه بيتصل بنا اكثر من واحد يقول انا كنت من شهر منتوي يوم كذا صوم لان اليوم هذا ترفع فيه الاعمال مثلا جاء الدليل يصوم وفي الصباح نسيا فشاربه واكل ولسه منتويش ممكن ينتوي في هذا ان يصوم ام لا مسألة مقاربة لمسألة الامام النووي لكن النووي يرى بانه لم يتقصد طعام ولا شراب الفارق بانه لو تقصد طعام ولا شراب نقول له لا تصوم لا تصوم والله ان شاء الله يعطيك بالنية لكن هذا الرجل المتمضمد ما كان يتقصد ايش لا طعام ولا شراب دخلت غربا رغم انف لذلك قال فهذه تلمى ذراعته فاننا نقول عليه ان يتم الصوم وان لم ينتوي قبل ان يدخل الماء في جوفي مسألة عظيمة قالها الامام النووي الركن الثاني الامساك الامساك عن ايش يا تورا الامساك عن النوم الامساك عن القعود عن القيام الامساك عن الطعام والشرب الامساك عن المفترات الامساك عن الطعام والشرب وامساك ثلاث اشياء في الكتاب وفي الصن اما في الكتاب فقد قال الله كلوا واشربوا حتى تبانى لكم الخيط الابعض من الخيط الاسود يبقى إذن مفهوم مخالفة انتبعنا نقلت الله بنقلت الأسود إيش نفعل نمتنع عن الأكل والشراب والآية الأخرى قال أحل لكم الصيام ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم فقال أحل لكم ليلة الصيام يبقى معنا ذلك نهار الصيام ممنوع يبقى ممنوع أنت أيضا الجماع وكان يعني في الصحابة قبل ما ينسى خذ الأمر كان يباح لهم الطعام والشراب وإتيان النساء إلى العشاء إما يعني أن يكون إلى العشاء أو ينامون فإن نام لا يأكل ولا يشرب وإن مبلغ إلى صوت العشاء لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع حتى نسخه الله جل في علاه بقولي أحل لكم ليلة الصيام رفض إلى نسائكم والحديث الذي يجمع المفترات قال النمسلم قال الله تعالى يدعو طعام وشرابه وإيش يدعو طعام وشرابه وشهوته يدعو طعامه وشرابه وشهوته فإذا الشهوة أصلا يدخل فيها إذا الأكل والطعام وشراب يفطر من المفترات الرجل celui يمسك عن الطعام وشراب قال العلماء يمسكن عن طعام وشراب وما ينزل منزلتهم مكلف الاثنين بس وما ينزل منزلتهم يش يننزل منزلتهم وما قالووا نحن نظرنا في الطعام وشراب ولا على المذهب وأنا سأخرج على المذهب للدليل فقالوا كل شيء نظرنا فيه تعامل وشربنا وجدناه يدخل الى ايه الجوف كل ما يدخل الجوف من الظاهر الى الباطن بشرط ان يكون جوفا قيدة هو بشرط ان يكون جوفا طب ايش القيدة يخرج ايش ها ده اللي يخرجه اموت انا منك اعمل ايه فيك مجمع اللغة العربية ايه الابر مخيمة بس خلاص خلاص ايش القيدة ايسا ايمن انا اقول لكم شيء واحد دخل ابره في الصاق يفطر جوفا استخد جوف لا يبقى الجوف اما ان يكون جوفا صريحا او منفذا للجوف فهمتم اما ان يكون جوفا يبقى هم نظروا للطعام وشربنا لهم نظران النظر الاول هو الجوف والنظر الثاني ان يقوم شيء مقام الطعام مش الجوف افهمكم كيف النظر الاول الجوف قالوا بقى لو ادخل قشة في اذنه افطر واحد مفتوح عنده دخله نزد افطر لان الاذن جوف الى منفل لها منفل لجوف يبقى اذا سيبك من القشة عشان ما تموتوش من القشة وتحط القشة في اذني انا القطرة مش بيه قطرة في الاذن ولا ملهاش طب لا الرجل شغال جاي بصوبية مش ممكن يتمتع بيها غير في اذن وبيصوب جيد افطر او لا افطر افطر منفل عنده يبقى اذا ادخل شيئا اذا ادخل من الاذن طيب الانف الانف لهذا بالاجماع مفيش كلام فيه الانف منفل ايش للجوف فقطرة جزاك الله خليم قطرة او غير قطرة تنزل الى الجوف من الانف صار يفطر بذلك مفهوم طب لو الكحل الاكتحال يعني او قطرة قول قطرة في العين اشترى كل واحد امرأة تقول لزوجها من عيوني وتقطر في عيونها حطيته في عينها فبتقطر في العين القطرة في العين بي ممكن يجد طعمها فين في الحل نقول العين ولاست منفذ فقالوا لنا يا فقهاء من اين اتيتم بهذا منفذ وهذا ليس بمنفذ قلنا الواقع والشر قالوا وما الشر الذي اذبت لك ان العين لست منفذا للانف قلنا اكتحال الاتفاق على جواز الاكتحال في الصيام اه في الانف يعني من هنا انت ايه انت حتماوتنش انت كل شيء دول حقه بتنزل على سرتك انت فكر الحلقة عندك يا السرة ما هي تبقى الجوف يعني انت تقول الجوف ثم تدخلها سرتك وقالس تقول الجوف تقول الحلقة اعمل فيك ايه طيب انا اعجبها من ايه ان انا طيب انا طعمه طعمه الطعم ممكن تجد الطعم القطرة القطرة تقطر في العين تجد تجد طعمها في الحلقة تجدها فالغرض المقصود قالوا لا فالاكتحال ادى دلالة على انه ليس منفذ الرئيسا الى الجوف فما كانت القطرة في العين فلا تفتر هذا بالنسبة لمسألة الطعام والشراب يتعلق النظر الثاني يتعلق بها النظر الثاني ونظر الثاني قالوا ما يقوم مقام طعم الشراب ما زلنا خلينا في الفرع الاول يبقى كل ما يدخل الجوف من الظاهر يا البطن فهو اجيب ومفتر فقالوا بقى ده طبعا فروع انا المفروض ماخشش فيها كتير لان انا انتقدها على الفقهاء قالوا فان استأجر رجلا فادخل ابره في بطنه فهو مفتر لان البطن ايه جوف وانه قال لو اخذ سكينة فضربها في بطنه فايش فقد افتر طب انه بيبحث عن فطره وصومه الرجل عايصاله عليه بعد دقائق عشر دقائق منتهى الموضوع انا نسا بنبحث لكن هذا الفقهاء يبحثون عن مسألة التنفع ديني الانسان فقالوا البطن اصلا جوف ما رأيت المسائل عديبة جدا يعني هم يقولون لو دخلت دودة يعني لو خرجت دودة من دبري فدخلت افتر طبعا قالوها بطريقة اخرى وقالوا لو اراد ان يستنجي فادخل اصبعه في دبري فقد افتر لانه ايه جوف يبقى كل الحقن الشراجية كلها ايه مفترة ده لذلك بقى الاسئلة كثيرة جدا النساء طبعا ده كل كتب الفقهاء تعج بهذا لذلك طبعا النساء كثيرا تسأل عن البرشام اللي هو التحميل تعارفون التحميل انتو نساء لعطاهت لا التحميل كيف بيأخذوه تحميل هو اسمه تحميل يا اللهوية اه اللي هو ايوس الكلام المقزن اللي هو اللغة المميتة اللي انتو قلتوها الان عرفتوها اسمه تحميل حبيب ما سموش انت بتقوله ده خالصا ايه الاقماع ممتاز الحمد لله هو تحميل يعني فهو النساء تحسب انها تفتر بذلك وايضا الرجال اذا كان عنده حرارة شديدة جدا فبتكون هذه خفضة للحرارة يحسبون ان هو يفتر بذلك وهذا كما قلت تعج كتب الفقهاء قاطبتا بهذا القول وهذا ما انزل الله بيه من سلطان ما انزل الله بيه من سلطان فالقياس عليه قياس لا يصح يبقى لنا الكلام في نظر مسألة الطعام والشراب نسيانا بعد الاذاين ان شاء الله نتكلم عنه جرهم التأصيل على مسألة الظاهر والبطن قالوا فاذا اخرج ريقهم الى طرف لساني فابتلعه افتر بذلك لانه صار من ظاهر الى باطل وايضا قالوا النخامة اذا نزلت الى الحلق دون ان يستطيع ان يردها فنزلت فالصيام صحيح لان هذا ظرعه ما استطاع ان يدفعه اما اذا تلقاها على لساني ثم بعد ذلك ابتلعها افتر وان كنت اذين الله رعاى ان هذا ايضا لا فطر به ان هذا لا فطر به ما انزل الله بها من سلطان كل هذه الفروع الفقهية التي فراها العلماء انت بتفضل كيف تحدد المسائل يعني كيف تحدد مش فاهم السؤالنا لا لا انت اخذ معي انا سألخص لك المفطرات عشان ترايح دماغك انا كلها دفروع فقهية وقلت سأخرج عندما ارى الدريب بالخروج طيب يعني انا اقول اصلا لدي يفطر ان يأكلوا اشفر فقط انتهى الموضوع حتى ابن ثمية قال لو ابتلع حجرة حصى حصى لا يفطر هم يقولون بان كل ما قام مقام الطعام وشراب فهو يفطر يعني انت الطعام وشراب ايش يملقان المعدة فلا تشعر بالجوع فقالوا لو هناك ابرة مغزية يفطر يفطر بها المر بذلك والابر اي ابر في البطن فهي ابر في الجوف فيفطر بها بذلك وصحي الرجح كل هذه الابر لا تفطر كل هذه الابر لا تفطر وان افتع علماؤنا بان الابر فقط التي تقوم مقام الغذاء تفطر لتحقيق المعنى فيها القياس موجود صراحة لتحقيق المعنى فيها بانه قال يدع طعامه وشرابه هذا لم يدع طعامه فلذلك يفطر وانا ارتاح لي مثل هذا القول اما الباقي فلا حتى لا نحجر على انفسنا ما والسعه والله جل فيه علامة يبقى لنا الطعام والشراب والجماع يبقى لنا الجماع الثالث صح والجماع ايضا حرام لقول الله جل وعلا وحل لكم لا يتسامر رفض الى نسائكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يدعو طعامه وشرابه واشهوات لذلك عمر من خطاب جاء يبكي لنفسلم ويقول هلك عمر هلك عمر فقال الله نفسلم ما اهلكت قال قبلت امرأتي في نهار رمضان فقال الله نفسلم اترى المضمضة انت لما تمضمت بالماء وانت صائم يؤثر في صيامك قالها هكذا وهذا قياس من النفسلم بين له ان القبلك المضمضة لا تؤثر في الصيام والحق ان فيها تفصيل والتفصيل ايضا مستقع من كلام نفسلم انه لو قبل فانزل فالصيام يبطل فافطر بذلك لذلك علمانا يقولون الانزال هما طبعا الدليل يستدلوا به انهما قالوا اصل الجماع هو ايه عمدة الجماع هو ايه الانزال صحيح ولا لا قالوا اذا حدث الانزال فقد حدث الجماع لكن لا كفرت عليه عليه القضاء نحن نقول ولم لما نحتاجه الى النظر وعندنا الاصر قالوا ما الاصر قلت الاصر واضح يدعو طعامه وشرابه واشه والاتفاق على ان الانزال شهوة لذلك العلماء قالوا لو انزل بيده فقد وقع في حرمتين في حرمة انتهاك رمضان وايضا حرمة ايش انكح اليد قضاء الوطر باليد فيأسم وعليه القضاء طبعا بعض العلماء يقولون على الكفارة وبعض العلماء يقول ليس عليه شيء أنا نفسه بصدر التفصيل يقول ليس عليه شيء من الكيه يرى ان عليه القضاء والكفارة والذي ندين الله به هو المذهب وهو الصحيح الموافق للسنة بانه لو انزل ولو بيده فقد اسمه وعليه القضاء اما لو انزل بيد امرأته فلم يفعل حراما لكنه عليه القضاء عليه قضاء الصوم لانه يجوز له ان ينزل بيد امرأته لانه لو انا تمام واستحللت برجونها بكلمة الله خلاص كانت حراما صارت بعد ذلك حلالا في كل شيء فاذا هذا بالنسبة للجماعة نسبة للجماعة وحرمة الجماعة اما القبلة في رمضان فالحق ان القبلة ليس فيها ثمة شيء وان كان وردت الاثار في التفريق بين الشيخ وبين الشاب هي المسألة كلها على المقاصد قالت عائشة تبين الحكمة من ذلك وايكم يملك عربة ما احد يستطيع فالذي يستطيع وممكن ان يقبل الامرأة قبلة العطف والالفة والانس بينها وبينها وتجيعا لا على صيامها فحيهلا ولا شيء فيها اما ان قبلها قبلة تحريك الشهوة الصيام ليس فيه شيء لكنه يفوت على نفسه الكمال ويخشى ان يقع لان رجل جاء ينتفل حياتك ويضرب وجهه ويخمش وجهه ويقول هلكت هلكت يا رسول قال ما اهلكك قال وقعت على مرأتي في نها الرمضان قال تصوم شهرين قال ما فعل بي ما انا فيه الا الصيام وفي رواية اخرى في سنة عبد داود قال رأيته خلخالها الخلخال فقط هو الاثر عليه اما بقى لو كانت حطة تعطر بس مثلا انه ماشت امامه بزي البيت فانتقى عينتح 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 يحمي على نفسه يقول عينتح عينتح فالحق نقول الانسان اصلا يتجنب المسألة هذه يتلطف مع امرأتي بالكلام الطيب ويمشي ويسيبها ويمشي احسن افضل فان كان شديد الشهوة يبقى يروح يأجر مكان في بيت يقول لها فراق بيننا ما يراها الا ليلا لا نهارا فالغرض المقصود قال العماء هذه الامساك الثاني او الرخن الثاني الامساك عن هذه الثلاث اما اذا وقع في الطعام والشراب ناسيا او في الجماع ناسيا ففيه تفصيل الاول في المذهب قالوا يتم صومه ولا قضاء عليه لان في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ارضاه قال فيه نفسيا من اكله او شاربه ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه اذا نسيانا ولعموم قوله نسيانا مرفع عن امات الخطأ ونسيانا ومستكريه عليه قالوا ربنا لا تأخذنا النسينا او قال الله قد فعلت قال قد فعلت فيرفع الاسم على الناس وايضا يرفع الحكم خلافة للاحكام خلافة للمالكية بانه يرفع الاسم ولا يرفع الحكم والصحيح انه يتم صومه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقي فرع في المذهب قالوا فيه لا يتم صومه انه لو جلس على المائدة فاكل ساعة ولو كان نسيا قالوا هذا عليه القضاء ليش الرفع له وجهة نظر وجهة النظر قالوا بان الاكل الكثير في صوم ويدعي النسيان نادر نادر انه يكون صايم ويأتي على خروف فينهيه ويقول استغفر الله كنت ناسيا بعد ما ايه بعد ما انتهمنا الشراب والطعام والحلو وكل شيء قال استغفر انا كنت صايم انا ناسي فقال هذا نادر فعليه القضاء وطبعا فيه طرفة من هذه ابي هريرة او غيره جاءه رجل قال ابي هريرة رأيتني كنت صائما اليوم فدعاني اخي للطعام فدخلت فاكلت قال يا ابني لا شيء عليك اتم صومه قال بعد العصر دعاني اخو اخي الاخر الى طعام فدخلت فشرابت واخي الثالث فقال اذهب يا ابني انت لم تعتد السيام فالغرض للمقصود هو ان مسألة الصوم ان يأكل كثيرا قال علماؤنا وهذا ترجيح الرفع في المذهب قال عليه القضاء والنووي ونحن مع النووي في ذلك لان الحديث عام والقاعد عند العلماء يبقى العام على عموين ما لم اتي مخصص يخصصه بانه قال انما اطعمه الله وسقاه فان كان نسيا رفع عن امات الخطأ ونسيا وما استكره عليه يبقى الجماع قالوا ولو جامع ناسيا هذه الاحناف اغلقوا ببه قالوا لا يمكن الانسان ان هو يجامع ايش ناسيا او مكرهن ونحن نقول لا الحق ان هو يجامع لكن العلماء قالوا الجماع ناسيا مش كده نحن نقول عليه القضاء وعلى الكفارة وبعضهم قال عليه الكفارة قالوا لانه لا يمكن يكون نسيا مع الجماع لانه في الجماع لابد ان كان هو طبعا ان كان هو حيطة بيخلص بيدخل يدخل يضرب المرأة وينتهي بما يريد وهو أهم حاجة مقربه ويمشي يجعلها كالحيوان فهذا خطأ فاحش من الرجل وأكثر البيوتات بتهدم وتقود من أجل ذلك كن رفيقا لطيفا قريبا المرأة لا تأتيك هكذا يعني هو امرأة خانت الملك زوجها لأنه كان لا يأتيها إلى بادي الطريق وحش كاسر بيدخل ينهي مقربه ويمشي أما العبد يترفق بيها ويتغزى في عينها وفي شعرها ثم يأتي بمقدمات الوطء والنكاح ثم ذلك يطل فهو العلماء قالوا أن كل شخص سوي لن يجامع إلا بإيه بهذه المقدمات فمش ممكن يكون ناسب أنه يقدم ويقبل وبعد ذلك الرارح أيضا قد قال نسلم رفع عن أمات الخطأ وإيش والنسيان عموما قالوا ربنا لا تجامع ناسيا فإننا نقول أيضا لا قضاء عليه ويتم صومه فلو قام زيد فجامع امرأة هند بعد الظهر وكان قد قام من الليل وانتوي الصيام وأيضا صلي الفجع على الصيام ونام فقام بعد الظهر فوجدها بجانبه فاشتاق عليها فجامعها ناسيا فليتم صومه ولا شيء عليه فليتم صومه ولا شيء عليه العلماء قالوا أيضا يعني يلحق بمسألة الجماع هي مسألة الإنزال كما قلنا إما باليد وإما بيد امرأتي أو بالمباشرة يبقى لنا فرع واحد الإنزال بالتفكير العجل الشديد الشهر وقد اغترب عن امرأتي وسافر عنها فكان يجلس وحيدا فريدا لا يريد أن ينزل الامرأة محرمة فيتذكر ما كان بينه وبين امرأتي في الصوم فينزل الحق أنه لا شيء عليه ولا قضاء عليه الحق أنه لا شيء عليه ولا قضاء عليه لأن التفكير ليست علي مؤثرة في الفتر لأن التفكير ليس جماعا ولأن التفكير ليست عاما ولا شرابا فإن فكر في الجماع فأنزل فلا شيء عليه وإن قبل فأمزى فلا شيء عليه وليتم صومه فليتم صومه وقول المصنف قال وإن تعمد القي فقد أفطر وكذا لو أكل في طرفين النهار أو الليل ظن منه فقد أفطر إيش معنى هذا الكلام قول المصنف وإن تعمد القي يعني استقاء أدخل أصبعه في فمي فاستقاء فهذا قد أفطر لحديث صريح عن النبي سلام لأن حالة القي لها حالتان الحالة الأولى ذرعه القيد رجل انقلبت معدته مثلا كالراكب سفينة أو راكب سيارة ما استطاع أن يحتمل داخل فانقلبت المعدة فذرعه القيد فذرعه القيد استفرغ يعني آسف في اللفظ الاستفراغ ما في بطني دون أن يعني جعل بطنه فراغا دون أن يتعمد ذلك فلا شيء عليه لحديث صريح عن النبي سلام الحالة الثانية أنه يكون ذرع القيد أو الحالة الثانية يكون استقاء قال النبي استقاء كما أبو بكر لما جاء الرجل بحلوان الكاهن العبد كان كل ما يأتيه بمال يقول له من أين هذا يقول من عمل كذا وكذا فمرة أكل منه ولم يسأله فقال لي من تسألني قال من أين هذا المال قال كانت إيش كان حلوان لكهانة كنت تكهنتها أين هذا المال فوضع اسبعه في فمه فاستقاء فهذا الحالة الثانية قال النسول الملم مفرقا بتحنين były من ذرعه القيد فلا قضاء عليه ومن استقاءه لم فليقضي قال النسول الملم من ذرعه القيد فلا قضاء عليه ومن استقاءه فليغضي وهذا صريح من قوله السلام في رؤية من زرعه القايفة لغضاء عليه طبعا ولا كفارة فيها تلال على أن من استقاء فعليه القضاء دون الكفارة لأن بعض الرماء قال عليه القضاء والكفارة ليش؟ لأنه تعمد الفطر فانتهك حرمة اليوم وعندنا أن انتهك حرمة اليوم عليها القضاء والكفارة لما جامع رجل امرأة وانتهك حرمة اليوم ماذا قال له النبي السلام؟ تصوم شهرين متتابعين وعمره أيضا بالكفارة فقالوا هذه الكفارة من أجل حرمة اليوم وهذا الذي استقاء قد انتهك حرمة اليوم والقضاء عليه يعني يتم صومه ومن استقاءه فعليه القضاء قال عليه القضاء وأما المسألة سنة يتكلم عليها المصنف وهو أنه أكل ليلا ظنا منه الليل فاستبان أنه قد ظهر طلع الفجر يعني الرجل قام وديد تحصى الكثير مع النساء قام وكان الفجر أذن وهم ضابط المنبه لكن إيش؟ قدر الله لم يدق قدر الله أنه لم يستيقص فلما استيقص قال ما زال المنبهت فأخذ الماء وشرب فلما شرب سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة والصورة الثانية أنه يأتي الغيم بعد العصر يأتي الغيم طبعا لا يتصور المسألة بعد الظهر صح ولا لا؟ واحد صلى الظهر فالغيم جاء قال الحمد لله غربت الشمس وهذه من المعجزات قدم لنا الطعام في عد هذا هذا مش ممكن يعني وقال في هذا فيه ظن هذا ما بيش ظن بحرم الأحوال صحيح ولا لا؟ فهو يأتي الغيم بعد العصر إيه عند أفعلتك ذلك بعد الفجر؟ هذه الهزة لكن لو لو هو فعل ذلك عليه القضاء لو فعل ذلك بنفسه يعني اشتد على معدته أو أخذ بطرف لسانه ليستقيق فهذا عليه القضاء الغرض المصود الغيم بعد العصر فقال الحمد لله غربت الشمس وهذا من تقارب الزمان والحمد لله على رحمة الله بالعبال فأخذ وعفت أكل فهنا العلماء يقولون إذا أكل في الليل ظن منه عدم طروع الشمس طروع الفجر وأكل في الغيم بعد العصر ظن منه عدم غروب الشمس فقالوا عليه القضاء قالوا عليه القضاء واستدلوا على ذلك بأثر وبنظر من الأثر وحديث عروة بأن عمر الخطاب يعني أصبتهم غيم فأفطروا فلما أفطروا سألوا عروة قضوا هذا اليوم قال ما بد لابد أن يقضوا يوم ليس لهم إلا أن يقضوا هذا اليوم قالوا أيضا من القاعدة ومن النظر قالوا قد قال الله جرعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسفر وهذا قد أكل وشرب بعدما تبين له في واقع الحال هو أكل متى بعدما استبان الفجر أو بعدما استبان بعدما استبان وأيضا لما أكل قبل الغروب أكل قبل أن يسقط حاجب الشمس حقيقة ولا لا فهمين فقالوا إذن هو لم يأتي بشروط الصوم هو لا يأسم عند الله لأنه مش متعمد لكن هو لم يأتي بشروط إيش أنه يمسك من طروع الفجر إلى وهو ما أمسك من طروع الفجر إلى غروب الشمس واستدلوا أيضا فهمت ذي اترك بقى نعالج المسألة أسفر عليها لا تتعجل شيئا قبل أواني فتعاقب بحرمانه طيب فقال العلماء أيضا القاعدة عند العلماء لا عبرة بالخطأ بالظن البين خطأ لا عبرة بالظن البين خطأ يعني إيش لا عبرة بالظن البين خطأ لا يعني لما ظن أن الفجر يطلع ما طلع وهو قد طلع هذا استبان خطأ الظن أو لما استبان قالوا يبقى لا عبرة به يبقى عليه القضاء لا عبرة بالظن البين خطأ وهذا كلام وديه جدا ولذلك حتى في المذهب لا يعتبرون لا يعزرون بالجهل ليس كل جهل يعزرون به ليس كل جهل يعزرون به قالوا وإن قلتم بأنه لما أكل وشربه كان يظن الرجل يظن بأن فجر ما طلع فقلنا له كان عليه أن يتحر كان عليه أن يتحر صحيح ولا لا وهناك وجه في المذهب آخر قالوا لا نحن نفرق بين الليل وبين النهار نقول إن أكل من الليل بعد طروع الفجر ظنا منه أنه الليل لا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل الأصل إيش بقاء الليل والفجر طارق عليه فهو مع الأصل يبقى على الأصل ولم يأتيه الناقل جيد وفي النهار الأصل بقاء النهار فنفرق ونحن نقول دينا وأثرا خروجا عن المذهب في كل ما أصلوه بأنه سواء ليلا أو نهارا لا قضاء عليه مدام لم يتعمد والحديث الظاهر في ذلك حديث الصحيح حدي ابن حاتم رضي الله عنه أرضاه لما سمع قول الله جل في علاه فكلوا وشرابوا حتى يتباني لكم الخيط الأبن والخيط الأسود من الفجر فأخذ خيطا أسود وخيطا أبيض واجعلوا تحت الوسادة طبعا ما في مصافيح في البيوت يعتمدون على دوء النهار طيب فأكل وشرب وهو ينظر هل بيعرف يفرق بالسود ولا البيض ما فرق حتى إيه حتى وضح النهار حتى وضح النهار ويأكل واشه فذهب للنبي سلم فقال له إنه وسادك العريض بعدهم قالوا هذه يعني اتهام وهذا حاشا حاشا إنه السلم الذي يعاتب عائشة ويقول لها قالوا قولا وقلنا قولا إن الله لا يحب الفحش لا يمكن أن يخرج منه ما يؤذي أصحابه لكنه يقصد إيش إنه وسادك العريض يعني المخدة اللي أنت نعم عليها هذه تكون عريضة جدا لو احتوت السماء فهمين لأن المخصود لخيط العبيض خيط إيش الفج وخيط الأسو خيط إيه الليل يعني الليل والنهار لو أنت وسادك بقى غطى السماء يبقى أستاذ عريض جدا وهو ليس اللي يغطي السماء فهم هذا المعنى ولم يأمره النبي بالإعادة لم يأمره بأبي هو أمي لم يأمره النبي بالإعادة أما حديث عمر الخطاب فقد ورد أنه لم يقضي وورد عن عروة قال ما بد لابد أن يأمره قلنا هذا اجتهد من عروة هذا اجتهد من إيش من عروة فالصحيح أنه لا قضاء عليه فإن أفتر يعني لو جاء المؤذن فأذن وإذا حدث مع كثير مع الناس قبل الأذان مثلا أفتروا الناس عليه ثم قال الرجل لا ليس هذا وقت الأذان من أفتر فلا شيء عليه لا شيء عليه وأيضا من قام من الليل حاضر من قام من الليل في شرب الماء عن أنه الفجر لم يؤذن لا شيء عليه فليتم صومه فليتم صومه نعم عندك إيش أذان الفجر الحالية في وقت الأذان والله سيسمعني أنا أقول لك شيء أنا قلت سأتكلم فيما أعلمه صح وإنت تقصد اللواء الأذان غير الأذان الفجر الصادق صح لا أنت تقصد الفجر الثاني ليس الفجر الصادق فيه فرق وقت بينه أنا جاهل بهذه المسائل فلا أستطيع أتكلم فيها فليس عندي ما أستطيع أتكلم في هذه المسائل أنا جاهل فيها فماذا بفعل بحثات لنفسي مع ورق الرزنامة اللي هو النتيجة أحثات لنفسي فيها لكن أنا جاهل في المسألة ما أعرف فيها شيء الذي عنده علم يرى أن حقاً الفجر الصادق طلع الصحرة وقال لن الفجر الصادق يعني بعد أذان الفجر بأوقات هو يتحملها لكن أنا جاهل في المسألة دي ما أعرف فما دونت جاهلاً أقف عند حدي يؤذن الفجر أمسك هذا الذي أفعله وما فيش حاجة فين بتاع أمسك المياه فين المسحرات اللي كان معنا ما فيش أمسك المياه هذا بدع هذي ما يحجع ناس وسيعاً فيش حاجة أسمها يمسك المياه يجيب لأب عشر دي وقال لن يمسك المياه ها بيرفع المياه كمان يرفعها يعني لا تغيث طيراً ولا بشراً يرفع المياه المسألة تشرب إلى أن يؤذن ولو الكوب في يدك والأذان أذن لا تضعه بقول النساء والسلام حتى تغضي حاجتك وهذه من رحمة الله بعباده شرب إلى ذلك بس هذا الذي أعرف أمثن هذا الكلام على قول المصنف وانت عمد القي قال والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء إحنا بيناها إن شاء الله إن كان الأخ يريد الفضيل الشيخ يريد يقيم الصلاة لو يريد يعطينا فصحة ننتهي من الصيام كلياً فعلنا إن يريد يقيم الصلاة يبقى بعد الصلاة نكمل إن شاء الله مش عارف أعال هنأخذ الجيوح لا لكن سنأخذ بعد الصلاة أداب الصيام وإن شاء الله من المفترات الجنون الطارئ كما بينا وأيضاً الردة الطارئة وأيضاً الإغماء المغم عليه هذه من فاقد الأهلية هو من المغم عليه يكون فاقد الأهلية لا يعتد بالصيام وأما النائم فالصيامه صحيح أما النائم فاعتد بالصيام والعلماء يفرقون بين النائم والمغم عليه أن النائم أهل للخطاب والمغم علي ليس كذلك فهمتم الفرق ما فهمتم الفرق النايم هند دخلت على ابنها عمر قوم قوم اللي عملته فينا محدش عمله فينا بيعمل ايش عمر بيكمل نومه مين الفرق بيقوم صحر لا يعني اقصد هو اهل الخطاب قم نريدك في كذا فان قالت قم نريدك في كذا ايش بيفعل بيقوم اما المغم عليه اتي ببوق عند اوزني ومنفق كيفما شئت ما يقوم يبايدا النائم غير المغم عليه لذلك اتفقوا بانه من نام طيلة النهار وما قام الا قبل الافطار فقد ايش صح صوم بواحد نائم من الفج الا مدفع الافطار الناس تلموا فعايز يعني ينزل اسم على مدفع الافطار فاستيقظ على مدفع الافطار صح صوم هذا بالاتفاق لا شيء في ذلك فهنا الاغماء ليس فيها فقدان اهلية اهلية وان كان فيها نوع من فقدان الاهلية طبعا لان عوارض الاهلية عدم حضور العقل والنوم يغطي على العقل لكن هو ليس فاقدا للخطار ليس فاقدا للخطار اهلية الخطار المستحبات بالنسبة للصوم ثلاثة تعجيل الفطر وتأخير الصحور وايضا طبعا مع الصيام يكون القيام تعجيل الفطر ورد عليه ادلة كثيرة وانها من سنن المرسلين وقد قال لهم السلام لا يزال الناس لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فهذه الدلالة وضحة جدا عن النبي السلام اناطة الخيرية بتعجيل الفطر وما ذاك الا لانه ردا لاهل البدع وايضا مخالفة لاهل الكتاب وقد قال النبي سلام فارقوا ما بيننا وبينهم اكلة الصحر بيننا وبين اهل الكتاب اكلة الصحر وحديث ابن عباس مختلف فيه وان كان الراجح تحسينه ان معاشر الانبياء قال امرنا بتعجيل الفطر وتأخير الصحور امرنا بتعجيل الفطر وتأخير الصحور ومن السنة ان الفطر يكون على شيء حلو كما قال الرفعي بان الصيام يضع في البصر والشيء الحلو يقوي يرد القوة للبصر فإذا كان يفطر على تمرات فإذا ما يكون تمرات كما ورد الاثار عن نبي المختار يحصو حسوات من الماء حسوات من الماء لهم قالوا الماء طاهر مطهرة الماء يطاهر المعدة والحلو يقوي لذلك قال العلماء هنا له الفطر على تمر أو على شيء حلو له الفطر على تمر أو على شيء حلو فإن لم يكن كان على ماء لو كان في مكة ماء زمزم أو لا يقدم ماء زمزم يقدم لما ورد خصيصا في بركته قال ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له فالفطر على ماء زمزم أفضل وأفضل لأن فيه البركة والبركة جاءت تصريحا من قوله السلام ماء زمزم لما شرب له وفي رواه وطعام طعم والشفاء سوق فلذلك إذا قلنا استحباب تعجيل الفطور فيكره تأخير الفطور ووردت في بعض الآثار ولم تصح بأن المعجل في الفطر أحبه إلى الله جل في علاء لأنه مسارع لما أمر رضي الله سلم بلسان الحال أو بلسان المقار والسحور إن قلنا بتأخيره فتأخيره إلى قبل الفجر قبيل الفجر كان بين سحور وبين إقامة الصلاة حوالي ما يصل إلى ستين آية فكان قريب جداً من الفجر وهذه سنة ضيعها كثير من الناس ترى الرجل بعدما يرجع من صلاة الترويح الساعة واحدة أو الساعة اثنين يتصحر وهذا خلاف السنة السنة أنك تؤخر للسحور لأن العلماء قالوا الحكمة في تأخير السحور أنه يقوي على القيام بالوظائف لأنك عليك صلاة الفجر وعليك قراءة القرآن بالورد وتصلي في الجماعة وممكن تطلع على جنازة ممكن تذهب أن تزور مريضاً فالأكل هذا إن بقي في المعدة يقويك على الطاعات في النهار لأن الصوم يضعف الإنسان على أن يأتي بالعبادة على ما هي عليه فالغرض المقصود تأخير السحور هذه من السنة ولها من الحكم وتعجيل الفطر فرحة بما منحك الله جل فعلاء لأنه يفرح عند فطره وتعجيل الفطر أيضاً فيه الإكرام من الله جل فعلاء وقبول العبد المكلف إكرام الله له بتعجيل الفطر النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً بيّن أن من المستحبات في الصوم يتأكد صوم اللسان عن فحش الكلام صوم اللسان طبعاً الغيب والنميمة حرام في كل الأحوال وفي الصيام أشد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه هذا بالنسبة للمستحبات التي تتأكد في الصيام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مرء شاتمه أو قاتله فليقول إني وهذا القول لا يقوله بقلب يقول بلساني ليذكر الشاتم بحرمة الصيام وليذكر نفسه فلا يعين الشيطان على نفسه بأنه يقول أنا صاهم فلابد أن أكون أمام الله متبتلاً تركت ذلك من جراء الله جل في علاء بإخلاص الواجد الله جل في علاء فيكسب ويربح بذلك الأجه قال المصنف ويحرم صيام خمسة أيام يحرم صيام خمسة أيام قوله يحرم عموماً إبقى يحرم يحرم فرضاً وفرضاً كيف إنه يكون نازل وطبعاً لا يفرضه الله جلعال بعدما قد حرم الله جلعا عليك صيوماً فيحرم فرضاً للكفارة مثلاً أن يكفر في هذا اليوم رجل عليه يوم من رمضان فرضاً يكفر أن يقضي هذا اليوم يقضيه يوم العيد مثلاً أو نذراً أو نفلاً يبقى لا يجوز صيام الأيام التي ستأتي يأتي ذكرها الآن لا فرضاً يعني كفار عن فرض ولا نذراً ولا إيش نفلاً ولا نفلاً هذه الأيام هي يومي قال المصنف يوم العيد عيد الفطر وعيد الأطحى وثلاثة أيام التشريف هذه خمسة أيام لا يجوز فيها الصيام ولذلك نستلمناها عن السرد لما سألوه عن رجل يسرد الصوم قال لا صام ولا أفطر قال لا صام ولا أفطر والمقصود بالسرد سرد الصيام إلى أن يصوم أيام التحريم لا يمنتي اللي هي محرمة لأن رجلاً جاء للسلام قال إني أسرد الصوم وإني على سفر أصوم أم على فطر فقال له أنه يسلم إن شئت فأصوم وإن شئت فأفطر وهذه دلالة واضحة جداً أنه أقره على سرد الصوم على أن هذا الصوم إيش على أن هذا الصوم ممنوع في أيام الأيام المحرمة يبقى سرد الصوم اللي هو لا ينكره الشرع بأنه إذا أتى للأيام التي حرم فيها الشرع الصيام لا يصوم هذا بالنسبة لمسألة الصيام عمتاً الأيام يوم عيد الفطر يوم عيد الأطحى نهى النبي السلام كان في حديث عمر نهى النبي السلام عن صيام يومين يوم الأطحى ويوم الفطر فإن صام نذراً أو كفاراً أو نفلاً أثم بذلك يعني الصيام من أفضل العبادات أثم بذلك لأنه خالف النهي وبطل صوم لا يجوز الصوم لابد أن يأكل مفطراً لابد أن يأخذ مفطراً فيبقى أثم وأيضاً لم يصح الصوم يبقى لو كان صام أول يوم العيد الفطر قضاءاً عن يوم من رمضان قلنا له أثمت هذا أول شيء واليوم ما زال عليك فعليك القضاء وهذا الصيام بطر وهذا الصيام بطر هو لابد لك من الفطر أما أيام التشريق فوجهها هذا أيام العيد وهم الأطحة أما أيام التشريق فوجهها في المذهب القديم قولان في المذهب استغفر الله الفرق طبعاً عارفين بين القول والوجه شرحناه قولان في المذهب القول القديم قال لا يصوم أيام التشريق الحج المتمتع الذي لم يجد لهذه يبقى يوم أيام التشريق لا يجوز فيها الصوم إلا في حالة واحدة متمتع بالحج لا يجوز الهادي ماذا قال الله جل على فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا الثلاثة أيام قال العلماء إن لم يدركها قبل العرفات فله أن يصوم أيام التشريك أيام التشريك وهذا جاء عن ابن عمر وعن عائشة رضو الله عليه لكن جاء موقوفا لكن الرواية تدل على الراف لأن ابن عمر وعائشة قال رخصة رخصة من المرخص رخصة في السيام ثلاثة أيام التشريك للمتمتع الذي لا يجد الهادي فهذا في القول القديم في الجديد قالوا لا حاضر تعارض مع مبيح نقدم الحاضر لا يجوز الصوم لأسيامه أن السلام قال في أيام التشريك هي أيام أكل وشرب وذكر لله فإذن ليس فيها بحرم الأحوال صيام هذا في الجديد وأنا أدين الله بأن القديم مع أن المعتمد المذهب الجديد أنا أدين الله بأن القديم هو صحيح القديم هو صحيح من كان متمتعا ولم يجد الهد فله أن يصوم أيام التشريك يبقى أن أختم الكلام على الصوم ويكره يوم الشك يكره صيام يوم الشك في المذهب قال يكره والذي ندين الله بأنه محرم في المذهب الكراهة والفرق من الكراهة والتحريم الإثم مفهوم طيب قال يكره صيام يوم الشك يوم الشك إيش هو يوم الشك هو آخر يوم شعبان يوم الثلاثين من شعبان لا ندري إلي هل طالع أذن من رمضان ولا مش رمضان ما ممكن يكون الغيم ويكون اليوم دا يوم إيش رمضان لكننا لم نره قال إلي هل لذلك سمي يوم الشك فيوم الشك وما بعضهم قال إن ابن عمر كان يصوم أو عالي ابن أبي طالب قال قال ورأي أصوم يوم الآن أفضل يوم من أنا أصوم روم من رمضان قالوا لي من افطر يوم من ايش من رمضان قالوا لي من افطر من افطر يوم من رمضان الحق كل الحق ان الكلام هذا كله ضعيف ويحرموا صيام يوم الشك لان عمار قال من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاس عصى على التحريم من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاس ولا صيام وانسلام قد قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم او يومين لا تقدم الرمضان بصوم يومين أو يومين هذا يجرون إلى أن نقول صيام يوم الشك حرام يأسم المر ولا صح الصوم ولا يعتبر وحتى لو صامه على نية أنه لو كان من رمضان فهو من رمضان الراجح الصحيح أنه ليس من رمضان لو كان من رمضان عليه قضاء وإن كان ابن تيمية يمرر هذا يمرره أنه لو علق النية إن كان الغد من رمضان فصيامه من رمضان فأفل قضاء عليه وصح أنه عليه قضاء لأن الجزم بالنية ويجبه الجزم بالنية ويجب فالغرض المقصود ليس له أن يسوم يوم الشك إلا في حالات المستثناء الحالة الأولى أن يكون يوم كفارة خشي على نفسه ألا يقضيه إلا في هذا اليوم نسي وما تذكر إلا في ليل يوم الشك وخشي على نفسه أن من النساء الذي يلاحقه أن يضيع يوم الكفارة فله أن يسوم ليس تحريا لصوم رمضان أو يكون هذا اليوم قد وافق صوما كان يسومه المر اعتاد عليه يعني والشرى يحترم العادة في هذا والعادة محكمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون صوما كان يسومه المر فليسوم يبقى رجل معتاد صيام يوم الاثنين ويوم الشك كان يوم الاثنين قلنا له صوم لا شيء عليك كان يصوم يوما ويفطر يوما ففي يوم الصيام جاء يوم الشك قلنا صوم لا شيء عليك وأنت لا تقع في حديثنا السلام لا تقدم رمضان بصوم يومين ولا يومين لأنه قال إلا استثناء إلا أن يكون صوم يوم أحدكم فليسوم فإيش فليسوم هذا بالنسبة لكلام على مسألة صوم يوم الشك يبقى لنا إن شاء الله الكلام على مسألة الكفارة والقضاء في هذا الباب ونبين المجامعة بفيها القضاء الكفار أم لا أو القضاء فقط ثم نتكلم عن اهتكاف وبهذا نكون قد انتهينا بفضل من أبواب الصيام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم